المشروبات كالعصائر الطازجة كالعصائر الطازجة بس كل ما متلجة على بواد طازجة من الفواكه هو الأخرى نعم نعم أسماك تأكد على هذه المسألة بشكل كثير هنا أسماك تبع المفيدة كثيرة معروفة ثلاث مرات أربع مرات نعم أسبوعيا يفضل خضرات بشكل يومي نعم نعم والصلاة أيضا هل تخصص أنت في هذه السالة فارسة؟ قدر مسططة هذا قدر مسططة الحمد الأربع العالمي تعمقنا بهذا بالعكس المأكلات الطازجة والمأكلات العضوية الحليب ومنتجات الألبان نعم ممتاز بس هذه الأشياء موثقة أشرف عليها حد من المتخصصين فارس حتى الآن حقيقة بجهود ذاتية والحمد لله رب العالم نلت ملكية فكرية تسنادة على المرسوم السلطاني 65 2008 خاصة بملكية فكرية وحقور مجاورة تذكر حين صاحب جلالة قال لن نسمح مصادرة الفكر أبدا صحيح فالحمد لله رب العامين السلطانة عمان انضمت إلى منظمة العالمية للملكية فكرية صحيح فأصبح عندك الشهادة ملكية فكرية نعم فحميه في 183 دولة نعم كتابك يعني مهتم بهذا الجانب الماء الصاخن أنت مركز عليه بشكل كبير نعم وأيضا على بعض المأكولات التي يعني نتوقع فيها كثير من الأشياء المؤسفة بالضبط واللي إذا ما اليوم بكرة تجيب كثير من الأشياء المؤسفة نعم تتراكم شيئا نعم عن فوائد هيدروجين لأن observations عندما تشرب تتناول الماء الصاخن أعطيك فوائد علمية مع踊انين لماذا we have big Durk أول شيء في دراسات تثبت que我 should be Blade عن هيدروجين لا يتكلم عن الماء الساخن يتحدثون عن هيدروجين وهيدروجين هو عن قنال تسقين الماء فتحدثي عن هيدروجين هنا علماء يقولون حصول على الماء هو مقلال حرق الهيدروجين amb oxigen لكن ما يحدث في طبقة خفضة جوية يزاد حارة الجو ويحدث من خفضة جوية فيختلط يحترق اليدروجي على الاسم السحاب ويذوب به والحصول على البخار هو من خلال